منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مفاهيم يجب أن تصحح إعداد الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر مراجعة وتقديم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعضو مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التاسعة 1441 هجرية و2019 ميلادية يسر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية أن ينشر الجزء الثاني من سلسلته الفكرية نحو تجديد الخطاب الديني وأن يكون هذا الإصدار هو شرح توصيات المؤتمر الدولي العام الرابع والعشرين للمجلس والذي عقد تحت عنوان عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه طريق التصحيح فهرس الموضوعات تقديم توصيات المؤتمر الدولي العام الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عرض وتحليل تمهيد تحديد المفاهيم وأسانيدها الشرعية أولا التكفير ثانيا نظام الحكم والمتاجرة بقضية الخلافة ثالثا الحاكمية رابعا الجهاد خامسا المواطنة سادسا الإرهاب سابعا الجزية ثامنا دار الحرب بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فمن خلال توصيات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والذي عقد تحت عنوان عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه طريق التصحيح يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم ما قدمه الزميلان العزيزان الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف من شرح وتفصيل وإيضاح لهذه التوصيات رجاء تصحيح بعض الأفكار الخاطئة والمنحرفة التي قد تؤدي إلى بعض الشطط أو الغلو أو التوجه نحو التكفير أو التطرف آملين أن يكون هذا الكتيب بداية لسلسلة مطبوعات أخرى حول تصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وإبراز أوجه حضارته الراقية التي تؤصل للحوار الحضاري والتعايش السلمي بين البشر جميعا ونشر القيم الأخلاقية والإنسانية بما يحقق سعادة البشرية جمعا وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعا إن الله لا يغني رماد قوم حتى يغني رماد أنفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر